حقيقة انه في شوية اخبار تلات اخبار كده متعلقة بعض النهاردة يمكن ما حدش خد باله منهم كتير النهاردة الصبح وسائل اعلام عبرية قالت ان في طيارة بدون طيار او صاروخ اطلق من سيناء باتجاه الات وعد الموضوع سريعا كده ما حدش توقف عنده كتير لكن وسائل اعلام عبرية كانت قلبة دنيا وقالت يا جماعة هل الموضوع ده لي علاقة بعملية التهريبي اللي كانت من يومين ايه اللي بيحصل ازاي صاروخ اضرب علينا من سيناء وفضل الموضوع ما حدش بيعلى عليه خالص ما حدش بيتكلم عنه ما حدش بيقول عنه اي حاجة لحد ما القاهرة الاخبارية طلعت خبر بيقول مصدر مسئول ينفي ما ذكرته تقارير اعلامية اسرائيلية عن اطلاق طائرة دون طيار من سيناء باتجاه الات يبقى في طيارة طلعت اسرائيل قالت القصف على الات بعدها بكم ساعة القاهرة الاخبارية مصدر مسئول قال لا جماعة والله ما فيش حاجة حصلت مع ان في فيديو بالمناسبة في فيديو تصور للساروخ ده للطيارة دي لكن مصادر عندنا بتنفي طيب بعدها بشوية ومن شوية المتحدث العسكري المصري بيصدر بيان بيقول ان احبطوا عملية تهريب تاني المرة اللي فاتت كان 164 كيلو من المخدرات المرة دي ضعفوهم المهرب المخدرات قلبهم يعني جمد اوى جماعة احبطوهم محاولة يوم 16 يناير ب164 فالمرة دي ضعفوا الكمية المرة دي بقى المتحاس عسكي بقولك 300 كيلو مخدرات اه سات المتحدث ايه اللي حصل على المحور الاستراتيجي الشمال الشرقي اه يعني بين مصر والاحتلال ايوا يعني من نفس الحتة تقريبا عند العوجة تاني بعد يومين لما انتوا قتلتوا واحد واعتقلتوا ستة وفيه 13 اختفوا تاني جايين يعملوا تهريب اه فالمتحدث طالع بيقول ان احنا احبطنا عملية تهريب تاني وقتلنا تلاتة من المهربين وكانوا جايبين 300 كيلو هو جماعة ايه اللي بيحصل في المحور الاستراتيجي الشمال الشرقي ده الجماعة هناك قلبهم جامد اوي كده ليه يعني هو التهريب ليه حلو اوي كده هل ده ليه علاقة بالطيارة بدون طيارة اللي اتضربت او ضربت ساروخ على اسرائيل او هي مصيارة نزلت فجرت مكان في الات في الاراضي المحتلة والقايرة الاخبارية نفاته ده اول سؤال السؤال التاني هل اللي حصل النهاردة ليه علاقة بالعملية بتاعة ليلة 16 يناير السؤال التالت هل هم فعلا مهربين ولا فيه ناس في الجيش المصري بدأوا يتحركوا ولا فيه عمليات من مسلحين في سيناء بدأوا يدخلوا الاراضي المحتلة وينفزوها ضد اسرائيل ايه اللي بيحصل في المحور الاستراتيجي الشمال الشرقي ايه اللي بيحصل اجماعة في مكان عملية الجند المصري محمد صلاح فيه حاجة بتحصل هناك له تهريب وله نفي طيارة بدون طيارة فيه حاجة بتحصل هناك بيانات المتحدث العسكري بتقول ان اللي بيحصل ده حاجة حدث مهم لان فكرة التهريب ان انت ضربتني في المكان ده من يومين وانا بهرب فجيلك بعدها بيومين في نفس المكان وضعف الجرعة ماهو ده ليه تفسير واحد ان الجماعة دول بيطعاطوا اصلا المهرب ده متعاطي 300 كيلو ضرب 30 كيلو الواحدة اللي بيحصل على الحدود المصرية هينكشف في قادم الايام والاحساس الشخصي كده او القراءة الاولية انه لا تهريب مخدرات ولا حاجة ولو حطينا عملية اول امبارح مع الطيارة المسيارة لعمل الساروخ على ايلات مع البيان بتاع المتحدث العسكري فهناك تحرك ما لا علاقة له بالتهريب على ما يبدو في القوات المسلحة او في مجموعات مسلحة بتحاول تدخل الاراضي المحتلة وتنفذ عمليات ضد اسرائيل هل ده ليه علاقة بالله ابو عبيدة قاله في اخر خطاب انه هيكون فيه فتح جديد وجدت لنا اخبار ومش عارف ايه انا الحقيقة مش عارف هل فعلا الجيش المصري داقة ذرعا فهناك محمد صلاح كثر داخل القوات المسلحة المصرية برضو انا مش عارف لكن بيانات المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية بصراحة كده بتأكد اللي احنا بنقول مش عشان احنا اقلينه يعني بتأكد القراءة دي انه فيه عمل ما بيتم ضد الاحتلال الاسرائيلي بشكل او باخر اتمنى السلامة للجميع اتمنى الشفافية اتمنى ان احنا نعرف فعلا ايه اللي بيحصل على المحور الاستراتيجي الشمالي الشرقي واتمنى ان المتحدث العسكري بتاعنا يطلع لنا الاحراز معاك دلوقتي 476 كيلو من المخدرات ما تطلع لنا صورة كيلو واحد يا بيه طب عشان نحاول نصدقك طلع لنا صورة كيلو واحد ونشوف ايه النوع ده موجود ولا بيه مين اللي بيتاجب طلع لنا صورة واحد من اللي قتلتوهم ولا من اللي قبطتو عليهم لكن هناك شيء يحدث على الحدود المصرية ولا يبدو ابدا انه تهريب مخدرات